اشتركوا في القناة وحسن معاملتهم لأشقائهم المصريين خلال جائحة كورونا وفي دعم مصر سياسيا واقتصاديا ومساندتها في قضية سد النهضة وفي حربها ضد الإرهاب مشددا على رفض مصر القاطع لأي محاولات إقليمية معادية لزعزعة أمن واستقرار البحرين وأكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية استمرار زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات البينية وتذليل أي عقبات أمام حركة الاستثمار لارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من جانبي أعرب سعادة السفير هشام بن محمد الجودر عن اعتزازه وتقديره لما تشهد العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور ونماء على مختلف المستويات في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لزاء مختلف القضايا بما يخدم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وحرص قيادتي البلدين على متابعة تنفيذ اتفاقات ومذكرات التعاون التي تم التوصل إليها بما يعود بالنفع والخير على شعبي البلدين